النمر السيبيري المعروف أيضا باسم نمر أمور هو أكبر سلالات النمور وواحد من القطة الكبيرة الأكثر شهرة وفخامة في العالم بفضل حجمه المذهلي ومعطفه البرتقالي المميز وحضوره القوية أسرى النمر السيبيري خيال الناس في جميع أنحاء العالم لفترة طويلة موطنه الغابات النائية في شرق روسيا وأجزاء من الصين وكوريا الشمالية يعد النمر السيبيري رمزا للقوة والمرونة وجمال العالم الطبيعي واحدة من السمات الأكثر لفتا للانتباه للنمر السيبيري هو حجمه المثير للإعجاب وبنيته العضلية يمكن لذكور البالغين أن يصل وزنهم إلى ستمائة وستين رطلا ويبلغ طولهم أكثر من عشر أقدام من الأنف إلى الذين مما يجعلهم أحد أكبر الحيوانات المفترسة على هذا الكوكب الإناث أصغر قليلا ولكنها لا تزال هائلة ويبلغ متوسط وزنها حوالي ثلاثمائة وخمسون إلى أربعمائة رطل على الرغم من حجمها الضخم فإن النمر السيبيرية رشيقة بشكل مدهش ويمكنها تحرك بسرعة ورشاقة لا تصدق سواء كانت تطارد الفريسة عبر الغابات الكثيفة أو تسبح عبر الأنهار الجليدية يعتبر معطف النمر السيبيري من الخصائص المميزة الأخرى حيث يتكون من الفراء الكثيف الذي يوفر العزل ضد مناخ الشتاء القاسي في موطنه الأصلي عادة ما يكون المعتف ذو لون برتقالي غني مع خطوط سوداء على الرغم من أن بعض الأفراد قد يظهرون اختلافات في اللون مثل الفراء الفاتحي أو الداكن يساعد نمط المعتف المميز هذا على تمويه النمر في بيئة الغابة مما يسمح له بالاندماج مع ضوء الشمس الخافت وظلال الغابة بالإضافة إلى سماتها الجسدية المثيرة للإعجاب فإن النمور السيبيرية معروفة أيضا بطبيعتها المنعزلة والمروغة خم في المقام الأول سيدون ليليون ويفضلون الصيد تحت جنح الظلام عندما تكون فرائسهم أكثر نشاطا تعد النمور السيبيرية من الحيوانات المفترسة العليا مما يعني أنها تتربع على قمة السلسلة الغذائية في انظمتها البيئية وتلعب دورا حاسما في الحفاظ على توازن أنظمتها البيئية يتكون نظامهم الغذائي في المقام الأول من ذوات الحوافر الكبيرة مثل الغزلان والخنازير البرية والأيائل على الرغم من أنهم قد يفترسون أيضا الحيوانات الصغيرة مثل الأرانب والقوارد والأسماك على الرغم من وضعها كحيوانات مفترسة تواجه النمور السيبيرية العديد من التهديدات لبقائها في البرية يعد فقدان الموائل بسبب قطع الأشجار والصيد الجائر والتعادل البشرية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه النمور السيبيرية اليوم كما يشكل الصيد غير القانوني والصيد الجائري من أجل جلودها وعظامها وأجزاء الجسم الأخرى مخاطر كبيرة على مجموعات النمور كما هو الحال مع الصرعات بين الإنسان والحياة البرية وتغير المناخ جهود الحفظ جارية لحماية والحفاظ على التجمعات المتبقية من النمور السيبيرية وموائلها تم إنشاء المتنزهات الوطنية ومحميات الحياة البرية والمناطق المحمية لحماية موائل النمور الحيوية وتوفير ملجأ لهذه القطة الرائعة كما يتم تنفيذ دوريات مكافحة الصيد غير المشروع وبرامج التوعية المجتمعية والمبادرات التعليمية لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على النمور والحد من الصرعات بين الإنسان والحياة البرية ترجمة نانسي قنقر